نحن خص به نوميديا تيفي أكد رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم عبد الكريم مدوار أن التغييرات التي أحدثتها هيئة على مستوى البرنامجة تمس عشرة فرق وليس شبيبة القبائل فقط متسائلا الجدوى والهدف من وراء تصريحات رئيس شبيبة القبائل ملل وأضاف رئيس الرابطة أن تصريحات المسؤولة الأول في بيت الشبيبة سيتم دراستها من طرف لجان مختصة وإن اختضى الأمر استدعاه أمام لجنة الانضباط مؤكدا أن القانون فوق الجميع مهما كان اسم النادي واسم الرئيس